إلى ملف الحرب في غزة فقد أدى الفلسطينيون الصلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان في المسجد الأقصى وسط تأهب أمني إسرائيلي ولم تشهد الأجواء في الأقصى أي توتر رغم دعوات المرشد الإيراني علي خامينئي وحماس لخروج مظاهرات بمناسبة يوم القدس فراس لطفي ينضم إلينا من رمالة فراس الجمعة الأخيرة مرت بدون أي مشاكل أمنية إلى ما يعود الأمر يعني هذا صحيح مائة وعشرون ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك معظمهم كان من فلسطيني 48 ومدينة القدس والقلة القليلة التي سمح لها بالدخول من الضفة الغربية فقط كبار السن من تجاوز عمرهم الخامسة والخمسين وخمسين عاما بالنسبة للنساء هذه الإجراءات الإسرائيلية المشددة ورغم أن الجمعات الماضية مرت بهدوء إلا أن هذا الهدوء لم يقابل بهدوء من ناحية الاستنفار العسكري والأمن الإسرائيلي الذي ضرب طوقا أمنيا مشددا على المسجد الأقصى وعلى الحواجز العسكرية وتم التدقيق في هويات الفلسطينيين وأنت تعلمين فضيلة بأن المجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا أن أكثر من 75% منه هو من جيل ما تحت الخامسة والثلاثين كلهم كانوا ممنوعين من الدخول إلى الأقصى هذا الرقم مقارنة بالسنوات الماضية حقيقة هو ثلث الأعداد التي كانت تصل إلى المسجد الأقصى التي كانت تصل العدد في الجمعة الأخيرة وليلة القدر إلى ما يزيد على الأربعمائة ألف أربعمائة وخمسين ألف مصل اليوم هناك أو في هذه اللحظات تستعد حافلات بالعشرات أو بالمئات لربما من داخل الخط الأخضر للتوجه نحو المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ولكن دعيني هنا أوضح أمر بأن هذه الإجراءات الإسرائيلية المشددة التي ضربها الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي في محيط القدس ليست هي فقط ما دفع الفلسطينيين لعدم حدوث أي احتكاك أو توترات أمنية أولا الدعوات الإيرانية لم تلقى أي استجابة في الشارع الفلسطيني ويوم القدس لا يوجد له أي وجود على الأجندة الوطنية الفلسطينية ما يحرك الشارع الفلسطيني هو أجندة وطنية داخلية وبالتالي فنحن نتحدث عن تفويت الفلسطينيين لفرصة الاستفراد بالمسجد الأقصى وضرب إجراءات أمنية إسرائيلية غير مسبوقة لإتمار دينكفير الذي حاول منع الصلاة بشكل كامل في المسجد الأقصى وعليه فنحن نتحدث عن أوضاع استثنائية في محيط القدس والتلبية كانت مما يستطيع الفلسطيني الوصول من خلال هذه الأعمار التي تم تقييدها من قبل الشرطة الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية شكرا لك في رأس لطفي في رام الله أشكرك